ككل ثلاثة مشاهدين موعدون مع شباك افتراضي اخر اخبار عالم التطبيقات واهمها تنضم الينا دينا طارق لتطلعنا اكثر عن هذه التطبيقات والاهم واخرها اهلا بك دينا مسانور اهلا بك احمد مسانور ومسانور بمشاهدين نبدأ هذه الجولة مع تطبيق تيك توك لمشاركة مقاطع الفيديو الذي قام مؤخرا بازالة عدد من الحسابات التي تقوم بنشر فيديوهات دعائية لتنظيم الدولة الاسلامية ويعد تيك توك احد اكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شهرة خاصة بين المراهقين حيث بلغ عدد مستخدميه العام الماضي نحو 500 مليون شخص ويسمح التطبيق لمستخدميه بانتاج وتبادل مقاطع فيديو بشرط ان لا تزيد مدتها عن 15 ثانية دينا هل هناك اي احصائية او هل تم الكشف عن حجم هذه الحسابات التي تم اغلاقها بحسب بيان التطبيق فان العدد الحسابات التي تم ازالتها قدر بعشر حسابات كانت دعائية لتنظيم الدولة الاسلامية فقد قاموا بنشر فيديوهات تعرض جسس في الشوارع وايضا يعني من اعضاء تنظيم الدولة الاسلامية وهم يحملون الاسلحة وراياتهم هذه كل الحسابات تم اغلاقها وازالتها من على التطبيق لكن هذه ليست الحالة الوحيدة او ليست المشكلة الوحيدة التي واجهت التطبيق ففي الاشهر الاخيرة واجهت تطبيق تيك توك العديد من المشاكل فقد تم حضره لفترة مؤقتة في الهند في ابريل الماضي وايضا في الولايات المتحدة تم فرض غرامة كبيرة عليه بسبب انه يعني يجمع معلومات عن الاطفال الموجودين في التطبيق وفي بنجلديش تم حضره نهائيا قمنا الى موضوع قاعدة البيانات وموضوع الاخترافات وموضوع الخصوصية لكن دائما ما تتجه الشركة الانا في كل ما يتعلق بانتهاكها لخصوصية مستخدمية وخاصة بالاطفال والمراهقين لان هذا التطبيق هو الاكثر شهرة بين المراهقين وهي الفئة الاكثر استجابة لهذا التطبيق وعبرة عن فيديوهات ومقاطع موسيقية فيعني ممكن يكون هناك بعض الطلبات التي تم تقديمها ولذلك تم ازالتها الحسابات واغلاقها طيب تحكتنا في البرنامج عن خاتم ذكي ما قصت هذا الخاتم؟ هذا الخاتم هذه المرة أحمد يخص شركة أبل فشركة أبل الأمليكية التي سجلت مؤخرا براءة اختراع لخاتم ذكي يمكن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بعض الخاتم يعتمد على معالج ذكي كما أنه مزود بميكروفون وخاصية الاتصال اللاسلكي يعني كنا في ساعة وكنا في بعض الأجهزة الصغيرة اليوم صرنا نحكي عن خاتم في البداية خصائص هذا الخاتم كيف يشتغل؟ كيف يكون؟ من الواضح أن أبل جميع اختراعاتها والأجهزة التي تصدرها سريعا من الساعة الذكية الجيل الخامس إلى خبر أنها حصلت على براءة اختراع للخاتم الذكي هذا الخاتم مزود باستشعارات ترصد حركة اللمس وأيضا به خاصية أنه يعني يستجيب إلى عدد من الوظائف التي هي متاحة على هواتف آيفون وآيباد سيتمكن هذا الخاتم من التحكم عن بعض في العديد من الوظائف في هواتف آيفون وآيباد أيضا ومن المتوقع أن يكون يعني سوف يكون الأوامر الصوتية لسري متاحة لهذا الخاتم هل كان هناك حديث عن هذه الخصائص مثلا الاستجابة للاتصالات عدم الإجابة كما ذكرت يمكن سري بعض الأمور البسيطة هل أيضا كان هناك حديث عن حجم هذا الخاتم لأن هنا يمكن قد تكون الفكرة برمتها سوف يكون مثل الدبلة بهذا الحجم هو أعرض من هذا الخاتم الخاتم الزواج بهذا الحجم لن يكون حجمه عاقة يعني لن يكون كبيرا أو صغيرا بحيث يصعب استخدامه لكن هذه التوقعات مجرد موجودة على مواقع المهتمة بالأخبار التكنولوجية لكن أبل لم تصرح تفسح ولم تصرح تصرح على متى سوف يكون المنتج موجود للمستخدمين فكثير من براءة الاختراعات التي حصلت عليها يا أبل لم تحولها إلى منتج في النهاية هذه منجرد حتى الآن تسريبات لكن الخبر الأكيد وهو أنها حصلت على براءة اختراع لهذا الخاتم الذكي نذهب من موضوع أبل إلى إنستجرام قام موقع إنستجرام بحضر واحد في جميع مؤثرات تعديل الصور التي تروج للجراحات التجميلية وذلك خوفا من أن تضر بالصحة النفسية لمستخدمي التطبيق وتشمل التعديلات حضر المؤثرات التي تجعل مستخدمي التطبيق يبدون وكأنهم خضعوا لعمليات تجميلية وتشير الأبحاث إلى أن هذه المؤثرات قد تجعل الناس يشعون بسوء تجاه أجسامهم وهيئاتهم وهو ما قد يؤثر على سلامتهم النفسية دينا هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إنستجرام حجب أو حتى تعديلات لموضوع كان هناك موضوع يمكن الإعلانات سابقا أو حتى موضوع الخضوع إلى الإجراءات الجراحية التجميلية حاولت أيضا حضرها أو تكون هناك تعديلات عليها اليوم أيضا هناك تعديلات لماذا تحاول إنستجرام اتخاذ هذه الخطوات؟ هي تحاول أن تنشئ بيئة آمنة لمستخدمها على تطبيق إنستجرام كما قلت هذه ليست أول الخطوات التي تتجه فيها إلى منع الإعلانات عن عمليات تجميلية فقد سبقتها سياسة تحضر أن يتم نشر منتجات تخص بالإنقاص بالوزن أو حتى عرض سعرها هي حضرتها فقط لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما حتى تكون بيئة أكثر أمانا حتى لا يتجه المراهقين إلى شراء هذه المنتجات سواء إنقاص الوزن أو الإزالة أن يكون الوزن زائد أو العمليات التجميلية بشكل عام هذه سياسة تتماشى مع اتجاه إنستجرام في الوقت الحالي هي تحاول أن لا تروج للعمليات التجميلية هذه المؤثرات التي تحاول أن تحضرها هي مجرد تعديلات في الصور مثلا بأن يكون الشفايف تم حقنها تبدو كأن تم حقنها أو أن الوجه تم شده ربما تبدو هذه بأنها دعاية إلى العمليات التجميلية صحيح يعني هذا ما حاولنا أن نسلط الضوء عليه ونذكر المشاهدين فيه بأنه كانت هناك محاولات لأيضا عدم الترويج للعمليات التجميلية أو حتى للعمليات الجراحية التجميلية لمن هم دون 18 عاما صحيح لكن هذه المرة هي للعموم لا سيف يتم منع أي مؤثر يبدو بكأنه عملية تجميلية ممكن تخسر لكن مشتركينك في هذا الموضوع أنستجرام صح النفسية أهم أحوال أكيد نبقى مع أنستجرام طبعا نبقى مع تطبيق أنستجرام حيث نختم رحلتنا إذا أعلنت الشركة مؤخرا أنها تعتزم إضافة خاصية جديدة تكشف للمستخدم إن كان المحتوى المنشور كاذبا وسيتم إطلاق الخاصية الجديدة الشهر المقبل حيث ستقوم بإضافة عبارة معلومات خاطئة فوق أي صورة أو فيديو يتم مشاركته عبر التطبيق ويتضمن محتوى مغلوطا أو غير دقيق يعني أعتقد في البداية بأن هذه الخاصية الجديدة خاصية تحتاج إلى عمل وجهد كبير لأن عملية تطبيق هذه الخاصية ممكن صعبة جدا معرفة الأخبار الخاطئة كيف ستتمكن إنستجرام من القيم بها تطبيق إنستجرام وهو إحدى التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك سوف يتجهون إلى شركة منفصلة سيقومون عدد من المدقيقين بمتابعة الأخبار المنشورة على تطبيق إنستجرام وحتى على موقع فيسبوك بالتطبيق وراء الخبر أو المعلومة لتأكد من صحتها نحن الآن نتحدث عن تطبيق إنستجرام سوف تكون الصور والفيديوهات الموجودة على تطبيق إنستجرام بها كلمة صغيرة عن معلومات الخاطئة إذا كان الفيديو يحتوي أو الصورة تحتوي على معلومات خاطئة سوف يتمكن المستخدم من رؤية الصورة أو الفيديو لكنه أيضا سوف يشاهد هذا التنبيه والتحذير نعم هناك إشارة إلى أن هذه الصور أو هذه الأخبار هي أخبار مغلوطة أو خاطئة ليس هذا فقط أحمد ولكن سوف يتعرف على السبب سيذكر الفيديو أو الصورة عبارة تقول بأن هذه المعلومات خاطئة بحسب المدقيقين لدينا والسبب هو هذا لكن المستخدم لديه الحرية بتجاهل هذا التحذير ونشر الفيديو ومشاركته طيب دينا عذرا يعني طبعا شكرا